النهار ده ان شاء الله هنتعلم نقشر اللوز في سنيتين بطريقة سهلة وبسيطة اول حاجة بنحطه على النار في مية اول ما يغلي كده زي ما انتم شايفين بنطفي عليه وفي ثواني بجيبه بيتقشر بمنتهز سهولة بصوا بيفصل بسرعة وممكن كمان اه تاخدي شوية اكتار كده وتحطيهم بين ايديكي اه وتروحي فرقاهم هوريكو دلوقتي او ممكن في كيس مسلا بلاستيك مش في ايدك ممكن في كيس بلاستيك تاخدي كبشة منه كده وتروحي ايه اه فرقا شايفين بسهولة ازاي بيتقشر ما بياخدش وقت خالص او بصوا تفرقي ما بين ايديكي كده تدعكيهم في بعض هتلاقيه تطلع بسهولة او مثلا في فوطة او في كيس بس الاسهل يعني وانتش واقفة في ايديكي كده تفرقيهم ما بين كفين ايدك هيروح ايه متقشر كل مرة واحدة لو عجبك الفيديو ياريت لايك وشير وسبسكرايب فعلوا اول جرس عشان يوصلكم ان شاء الله مني كل يوم فيديو جديد او القشر كله وتقشر في منتهى السهولة وفي اسرع وقت سانيتين كنت خلصت يجي ربع كيلو لوز هاخده بقى دلوقتي اشوحه على الطاصة على النار علشان بس ايه انشف الميا اللي فيه عشان يعني اه لما اشيله يعد شوية اقطار ناشف وطعمه حل ومايبقاش طاري وممكن كمان تفرديه على صانية ودخليه في الفرن بس الاسهل لما تحطيه على طاصة كده على النار تشوحيه مفيش دقتين بس المياه تنشف مايخدش لون يعني وهواريكي شكله لما اه خلصته بقى عامل ازاي طبعا اه احنا هنعوز اللوس في وصفات كتير جاية ان شاء الله اهو ده شكله بقى لما انا شفت النار انا شفته على النار ممكن كمان انت حمصيه في الفرن مش هياخد لون خالص بس ايه ينشف كده زي ما احنا شايفين وبتحفظيه بقى المدة طويلة في كيس بلاستيك او في علبة ويبقى مقرمش وجميل وشلنا الاشرب كل سهولة يارب الفيديو يعجبكو وتنفزوه وتقوليه رأيكو في الكومنتات باي باي اشتركوا في القناة